دعت ألمانيا إلى وقف المناورات البحرية في الشرق المتوسط لإفساح المجال أمام بدء محادثات بين اليونان وتركيا التي تتنازعان حول موارد الغاز وترسيم الحدود البحرية وأعلن تركيا الخميس عن تدريبات عسكرية عند أطراف مياهية الإقليمية في الزاوية الشمالية الشرقية للبحر المتوسط ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين التوتر في شرق المتوسط حيث يخشى المراقبون من أن يتحول النزاع بين العضوين في حلف الأطلسي إلى مواجهة عسكرية مباشرة ويشعر الاتحاد الأوروبي بالغضب إذا إرسال تركيا سفنا للقيام بأعمال تنقيب عن الغاز في مياه تطالب بها اليونان وفرض التكتل في وقت سابق هذا العام عقوبات على مواطنين أتراك لعلاقتهما بالأنشطة المخالفة وسيعرض مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزوب بوريل على الوزراء مجموعة من الخيارات لتعامل مع تركيا وفق مسؤولين علما بأنه يحرص على التجديد على أهمية مواصلة الحوار مع أنقرة وفيما يعتبر اجتماع برلين غير رسمي ولن يخرج بقرارات سيركز قادة الاتحاد الأوروبي على المسألة في قمة الشهر المقبل وقال وزير خارجي الألماني هيكو مانس الذي حاول القيام بوساطة بين الطرفين للصحفيين نحن في حاجة إلى حل دبلوماسي لهذا النزاع الشروط المسبقة لهذه المحادثات هي أن تتوقف هذه المناورات في شرق المتوسط وأضاف بالتأكيد لن تجلس الأطراف إلى الطاولة عندما تكون السفن حربية قبالة بعضها البعض في شرق المتوسط وقال وزير الخارجي القبرسي نيكوس لدى وصوله إلى برلين الخميس أن مصداقية أوروبا على المحك وعلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة عضو أن يدافع عن القيمة العالمية من أجل نظام عالمي دولي قائم على قيم ومبادئ الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر